الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أنا ابن فلان أنا أذكى من فلان أنا أقوى من فلان أنا أسرع من فلان أنا قادر على أن أفعل كذا وكذا هذه كلمات يتربى عليها بعض الناس وهي من أسوأ ما يكون في التربية ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هكذا علمنا القرآن الكريم بل علمنا أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يوم من الأيام جاء سيدنا بلال وسيدنا أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنهما سيدنا بلال اختلف مع سيدنا أبي ذر فسيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال له يا ابن السوداء يعني أنا أبيض اللون أنا عربي وأنت حبشي أسود اللون وأمك سوداء فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك غضب غضبا شديدا غضب لأن الإسلام لم يفرق بين أبيض وبين أسود وبين أحمر الإسلام فيه صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وأبو بكر العربي فيه كل الألوان وكل الأصناف وكل اللغات لا فرق بين هذا وذاك إلا بالتقوى والعمل الصالح لذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال له أعيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية يعني هذه العنصرية وهذه الجاهلية لا تنبغي أن تكون في الإسلام اوعى تفتكر إنك تتفضل على غيرك بالحسب أو بالنسب أو بالمال أو بالأصل أو بالقوة أو بالسرعة أو بالذكاء إنما تتفضل على غيرك بالتقوى والتقوى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فقال له إنك مرء فيك جاهلية أعيرته بأمه فكان أعظم اعتذار في التاريخ أن وضع أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه خده على الأرض وطلب من بلال الحبشي الأسود أن يطأ بقدمه على خده معتذرا له لكن بلالا أبى محبة وكرامة لأنه يعرف أن الإسلام ساوى بين الجميع وأنه يجب على المسلم أن يقبل اعتذار الآخرين فهذه من أخلاق الصالحين حياكم الله ورعاكم ولكل خير أبقاكم ومن كل شر نجاكم وفي حلقة أخرى نراكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته